من قلب قصص التضحية والبطولة والفداء بل قصص العمل المخلص المجرد عن أي غاية أو مجد شخصي إنها قصص شهدائنا الأبرار ونحن نحتفي بهم اليوم في ذكرى يوم الشهيد والتي توافق التاسعة من مارس من كل عام ويوافق يوم الشهيد ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنام رياض عام 1969 حينما توجه للجبهة في اليوم الثاني لحرب الاستنزاف المزيد في العرض التالي مع زميلة ليلى عمر أهلا بكم تحيي مصر يوم الشهيد الذي يوافق التاسع من سهر مارس من كل عام احتفالية تحيي خلالها الدولة المصرية ذكرى الشهداء وما قدموه من فضل وجميل لمصر يوافق يوم الشهيد ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنام رياض في عام 1969 حينما توجه للجبهة في اليوم الثاني لحرب الاستنزاف ليتابع نتائق قتال اليوم السابق وأثناء مروره على القوات في الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية أصيب الفريق رياض إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بنيران وفرق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية وخرج الشعب بجميع طوائفه في وداعه مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزجين بالحزن العميق ولد عبد المنام رياض في الثاني والعشرين من أكتوبر من عام 1919 في محافظة الغربية ويعتبر واحدا من أشهر العسكريين العرب في النصف الثاني من القرن العشرين حيث شارك في الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامي 1941 و 1942 وشارك في حرب فلسطين في عام 1948 والعدوان الثلاثي في عام 1956 وحرب عام 1967 وحرب الاستنزافة قام الرئيس الراحل جمال عبد المصر بتكريم عبد المنعم رياض وذلك بمنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكري في مصر وتحول يوم التاسع من مارس إلى يوم الشهيد في مصر ومع امتداد الحروب الحديثة وزيادة الخسائر في الأفراد وصعوبة التعارف على هويتهم حارست مصر على إقامة رمز يمجد ذكرى الشهداء ووفاء لمن ضحوا بأرواحهم لنصرة الوطن وأقامت مصر نصبا تذكاريا يليق بجلال الانتصار ويرسخ تقاليد القوات المسلحة في الوفاء بشهدائها عبر العصور من واقع الحضارة المصرية الخالدة حيث صمم على شكل هرم خرساني مفرغ على مساحة عشرة ألاف متر مربع وبارتفاع يقدر باثنين وثلاثين متر ويتكون من أربعة أضلع لكل منها وجهان مسطحان بمساحة تصل إلى ثلاثمائة وخمسة وعشرين مترا مربعا وتحتوي كل وجهة على ثمانية عشر سطرا من الكتابة البارزة سجلت عليها أسماء رمزية لشهداء مصر في مختلف الحروب كما دفنت رفال أحد الشهداء المجهولين داخل النصب ليصير رمزا للجندي المجهول وتبدأ عنده احتفالات مصر القومية كما تقصده الزيارات والوفود الأجنبي رفيعة المستوى للوقوف تحية وإجلالا لأرواح الشهداء وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم كما أقامت القوات المسلحة نصبا تذكاريا بمقابر شهداء الحروب في المناطق التي قدموا فيها أرواحهم فداءا للوطن فأقامت مقابر لشهداء الجيش الثاني الميداني وأخرى لأبطال أكتوبر من شهداء الجيش الثالث الميداني ونصبا تذكاريا لشهداء البحرية والدفاع الجوية كما أقامت المناطق العسكرية نصبا تذكاريا للشهداء من أبناء المحافظات التي تدخل في نطاق تلك المناطق حيث يقوم القادة والمحافظون بوضع أكالي للزهور خلال الاحتفالات القومية والأعياد الوطنية المختلفة وتبقى الشهادة أسمى درجات الفداء من أجل مصر ويظل الوطن الحصن الذي تكتامع قلوبنا جميعا دفاعا عنه وتظل راية الوطن خفاقة عالية بتضحيات أبنائها البواسل